في الفيديو اللي فات شرحنا طريق التنزيل مايكروسوفت اوفيس 2021 مجانة مدى الحياة وناس كتير استفادت من الطريقة ونزلوا البرنامج وشتغل معهم من غير اي مشاكل بس في ناس كتير لسه ما تعرفش الطريقة بتاعتنا في الفيديو ده بقى هشرح لكم طريقة سهلة جدا تنزلوا بها البرنامج بكل سهولة ومدعومة من مايكروسوفت وزي ما انتو شايفين يا جماعة البرنامج شغال معايا من غير اي مشاكل ادي الورد و ادي الاكسل اللي شغالين معايا هم ما فيش اي مشكلة وعشان ما طولش عليكم تعال اقول لكم على الطريقة على طول يلا بينا بالبداية كده يا جماعة اول حاجة هنعملها هنفتح المتصفح بتاعنا اهو وبعد كده هنيجي في السيرش بوكس هنا وهنكتب الكلمة دي اوفيس دوبليومين تول هتلاقيها ظهرت معاك اهي في السيرش بوكس هتدوس عليها كده اول ما الموقع يحمل معاك هتلاقيه فتح بالطريقة دي ممكن تيجي تدوس هنا على داون نود دوبليومين تول هتنزل معاك على طول بس فيه ناس مش هيظهر معاها الطرقة دي فهننزل تحت هنا نفتح من اول لينك هنا قدامنا اللي هو داون نود اوفيس دوبليومين تول هدوس عليه بالشكل ده هنلاقي الموقع فتح معانا اهو هننزل تحت على كلمة داون نود اهي وهندوس عليها كده هنلاحظ ان البرنامج بدأ يتحمل معايا اهو زي ما انتوا شايفين بعد ما خلص تحميل معايا بقى ادي البرنامج اللي نزل معايا اهو هدوس عليه بالشكل ده تمام بعد كده هدوس ياس تمام قبل بقى ما دوس على كلمة كليك هير لازم تعمل اللي انا هعمله دا بالزبط هتجي هنا في الديسك توب وهتعمل نيو فولدر وهتعمل الفولدر اهو تسميه اوفيس مثلا بعد كده دوس انتر بعد كده هتجي تعلم بقى على كليك هير وبعد كده دوس كونتينيو هتلاحظ انه ظهر معاك القايمة دي هتنزل تحت هنا تختار كلمة اوفيس او الملف اللي احنا لسه عابلينه من شوية وبعد كده هتدوس اوكي تمام وبعد كده اوكي هنيجي بقى نفتح الملف ده هنلاحظ ان الملف بتاعنا نزل فيه الخمس ايكونات دول طبعا انا اول تلات ايكونات مش هحتاجهم انا هحتاج اخر اتنين معايا فهاجي هنا عند اول تلاتة واحددهم كده وبعد كده هعمل لهم دليت اهو وبعد كده بقى يا جماعة ركزوا في اللي هعمله ده بالزبط عشان ده مهم جدا وانا هشرح واحدة واحدة اوه عشان محدش يقول اللي انا شرحت بسرعة هنجي ندوس على زرار الشفت وبعد كده في الماوس هندوس على كليك يمين هيظهر معنا المربع ده هنزل تحت نختار الجملة اللي هي وندوس عليها كده هنلاقي المربع ده ظهر معنا ركز بقى معايا في الكود اللي هكتبه ده بالزبط وهو عطي غلط في حاجة فيه عشان ده مهم جدا ومن اهم حاجة في تصطيب البرنامج مجانا برضو لو حد احتاج الكود يكتب لي في الكومنتات وانا هبعته له اول حاجة يا جماعة هنكتب هنكتب هنا وبعد كده نعمل علامة الباك سلاش اللي هي دي وبعد كده هنكتب كلمة اهو واحدة واحدة وعشان ما حدش يطلقبت وبعد كده هعمل تاني وبعد كده هندوس اي اكس اي وبعد كده هنعمل مسافة ونعمل علامة العلا وبعد كده يا جماعة هنكتب الكلمة دي سي او ان اف اي جي او ار اي والراحة هو يا جماعة عشان ما حدش يطلقبت وبعد كده هنعمل وبعد كده هندوس ونرجع نعمل علامة الباك سلاش تاني وبعد كده بقى هنرجع للملف بتاعنا اللي احنا عملناه اهو ونفتحه كده ونجي ناخد الكلمة دي كوبي هنجي نعمل هنا وناخدها ونرجع تاني عند الصفحة بتاعتنا دي وهنعمل لها وبعد كده في الاخر هنعمل وبعد كده هنزود الكلمة دي وبعد كده بقى هندوس هنلاحظ معايا بقى يا جماعة اللي البرنامج بدأ يتسطب معايا اهو زي ما انتو شايفين لحظة بقى لو حد ما يسطب وهنرجع تاني وبعد كده يا جماعة ندوس على كلمة انستال هي هيبتدي بقى يحمل معانا اهو زي ما انتو شايفين هنرجع تاني بعد ما يحمل زي ما انتو شايفين يا جماعة مجموعة الافس هي بدأت تتحمل بس في ناس قبلتها مشكلة المرة اللي فاتت وهي بتنزل البرنامج يا جماعة دي مشكلة النت ولو انت النت عندك سريع هينزل معاك بسرعة جدا فلازم تنتظر لحد ما يحمل للاخر اهو يا جماعة البرنامج فاضله حاجة بسيطة اهو التحميل شغال زي ما انتو شايفين عادي جدا وزي ما انتو شايفين يا جماعة البرنامج خلص تحميل معايا اهو مفيش اي مشاكل ودي برنامج الورد مفتوح معايا اهو اتفعل مجاني مفيش فيه اي مشكلة وممكن نجرب برضو برنامج الاكسل اهو اتفتح معايا اهو اتفعل مجاني مية في المية يا رب الناس كتير تكون استفادت من الطريقة والشرح يكون بسيط وعجبكم ولو فعلا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بكومنت ولايك للفيديو واعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد معنا